روضة قوليلي بقى يعني انتي تخرجتي من المدرسة المانية وانا عارف انتي كنت قريبة من انا قدي اوي اوي يعني لسه كنا بنتكلم في الموضوع انك بتعود تذاكر لي اللي هي عارفة واللي هي مش عارفة يعني لو حقيقة لو بذاكر دايتش مثلا انا مش فهمة تقولي هاجي عود جمبك تقولي ابقى جمبك السابورت انا قاعدة معك والفرنش هي اللي كانت متوليه من اول يوم في ايوم التخرج انا اول مجالي البالتو والبرنيتا علقتهم عند انا في القوضة وروحت البست في قوضتها وكل حاجة في قوضتها وانا ومامي عنا نتصور وتلعت عايي نتصور عند انا ولما روحت التخرج بقول لي انا حاسة ان انا موجودة مثلا عندها تصوير ولا حاجة بس هي هنا يعني هي مش مراحتش في حتة فإيه اللي وحشك في جوجة كل حاجة أنا في البيت يعني دو أنا كنت برجع من المدرسة أخسر وشي أخش رأي مع أنا أخش رأي مع أنا ساعة ساعتين على حسب بقى تكلموا في إيه يعني تحكي لها إيه يعني علاقتك بيها وعلاقتك بمامي بقى ما أنا كنت بحكي لها كل حاجة أنا كنت تعرف عني كل حاجة عني وعن صحابي وإلي بيحصل وكنت بحب قوي نصايحها يعني أنا كنت دايما بتديني النصيحة الصح في الوقت المناسب زي إيه؟ فتكريلي حاجة أهم حاجة وأكتر حاجة كنت بتقول هالي إن أنا ما شلش من حد أبدا يعني عمري ما زعل من حد ولا أمثل قدام حد إن أنا بحبه وأنا في الحقيقة مش يعني مش متسمحة معاه إن أنا زي معامل الشخص قدامه أتعامل معاه من وراه ما فيش حاجة أسمعه بقى ألف من ورا ظهر حد وأتكلم عليه والكلام ده كنت دايما تقولي إيه وعي تعملي كده جوجا كت يعني مانيكاة يعني هي أصلا مانيكاة فكت بتقولك مثلا البيسي كذا فريدي دهرك وإنتي ماشي فريدي دهرك فريدي دهرك دايما دايما لحد دلوقتي يعني أنا كت دايما أنا طول ما هي ماشي تقولي روضة فريدي دهرك وأنا عشان دايما بعض ذاكر كتير فبادني دهري كده شوية هي كلما تعزين جنبي كلما تشوفني تقولي فريدي دهرك إحنا لما كنا منتمرن كانوا بيحطوا لنا كتب على رأسنا ونمشي بيهم أنا بفكر أجبلك كتب حطه لك عشان تتعودي إن أنت ما تتأتبيش لا حاضر إيه أكتر حاجة وحشتك فيها؟ روحها في البيت بجد يعني أنا كانت مختلفة أنا هي اللي كانت دايما بتبالنس البيت لو مامي متعصبة لو أنا عندي سترس مذاكرة مش عارفة بابي متعصب من إيه جده الله يرحمه متوتر من إيه أنا كانت دايما بتعرف إن هي تهدينا كلنا البهجة البهجة لني